في لبنان أعلن حزب الله لبناني تنفيذ هجوم جوي بمسيارة انقضادية على موقع إسرائيلي في مزارع شبعة بينما أعلن استهداف ثكنة زرعيد بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تحديد هدف جوي مشبوه في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان حيث سقط في منطقة مفتوحة في منطقة جبل الشيخ المزيد من المتابعة تنضم إلينا من مرجعيون في جنوب لبنان مراسلاتنا دارين الحلوة مرحبا بك دارين أولا ضعينا في صورة الأوضاع الميدانية وكان هناك أيضا موقف لحزب الله يقول إن جرت هذه الحرب فهي النهاية لإسرائيل نعم في الواقع الأمور في الساعات الماضية بدأت تشهد انحصارا على ضفتي الحدود نوعية الهجمات التي نفذها حزب الله في الساعات الأربع وعشرين الأخيرة كانت عادية جدا بل عادت إلى إيقاعها الروتيني ليس هناك من قفزات نوعية ولا عمليات نوعية على الأقل حتى هذه اللحظة أما اللافت فدعيني أشير إلى أن هناك غياب كامل لحركة الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية لجهة تنفيذ الغارات بالأمس هو واحد من الأيام القليلة جدا جدا خلال الأشهر الثمانية الماضية التي لم تسجل فيها غارات على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية لكن هذا الغياب يأتي بعد إطلاق حزب الله صاروخ دفاع جوي باتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية التي كانت ليل أول من أمس تتعمى التنفيذ خرق لجدار الصوت فوق القرى الجنوبية وربما تلك التي فوق أو شمال الليطاني بهدف إثارة الذعر والقلق ما دفع بحزب الله إلى استخدام هذا النوع من الصواريخ ويقول بيان الحزب أن هذه الطائرات عادت أدراجها إلى خلف الحدود طبعا هذا التطور النوعي في مطاردة وتهديد الطائرات الحربية الإسرائيلية يشكل مفصلا في هذا التصعيد على الأقل حتى هذه اللحظة إسرائيل على الأرجح أنها غير راغبة في مشاهدة أي إصابة أو تعرض لهذه الطائرات الحربية بعد أن أسقط حزب الله أربعة مسيارات إسرائيلية من نوع هرمز تسعمائة وأربعمائة وخمسين اليوم الطائرات الحربية التي تلاحق مسيارات حزب الله باتت أيضا في مرمى صواريخه وهذا ليس تفصيلا في المشهد لذلك لا يمكن الحديث عن تبرير مواقف مسؤول في حزب الله